هل تعلم عندهم شرطة سرية داعش في مخيم الهوم؟ وعندهم تنظيمات؟ نعم أنا عنده تنظيم طالما عنده شرطة سرية نعم أنا عنده تنظيم نعم موجود واللي يختلف معه وفكارهم يتعرض حتى إلى قتل المحاكمة نحن اللي يريد ما يهمنا من الموضوع طبعا هو هنا نرجع أنه المشكلة ليست عراقية السرقية هذه مشكلة دولية يجب أن تتعمل مسؤوليتها أولا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها رعية التحالف الدولي ثانيا الأمم المتحدة هذه المنظمات يجب أن تدخل لعملية غسيل أدمغة وتغير راديولوجي وأن تدخل هذه المنظمات في أخذ الطفل هذا يعني هذا الطفل إذا نشأ بهذه البيئة الإنسان بن بيته ولكل مرين من دهره ما تعوده راح ينشى داعشي هذا بالنتيجة عندما يدخل يحمل هذه الأفكار معاه إذن يجب أن يكون هناك برامج تساعد العراق العراق لا يمكن أن يحسم هذا الموضوع أولا كما ذكرنا هي جنسيات عالمية مختلفة ثانيا هو مو بالعراق ولا العراق أنشأ وأسس له بالمناسبة وصار له يعني هذا المخيم أكثر من 30 سنة بال91 تأسسوا بالضبط أكثر من 30 سنة عليه هذه لازم تفكك المشكلة بقاهم نعم يشكل خطر على العراق وإحنا إلى حد اللحظة يعني هناك تحدث مشاكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر